كمان الحقيقة عايز اوجه كلمة للعيبة النادي الاهلي انه الكلام الكتير وتقال والزمالك وهينسحب ومش هينسحب ابدا زمالك في المباراة وعايز اقولك انه لعيبة الزمالك بلغة الكرة كده جزين على سنانهم هم بيقولك البطولة دي لازم ناخدها بكل الطرق انا بقولك من داخل معسكر نادي الزمالك جزين على سنانهم ومصممين ومركزين جدا 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 وده طبعا طبيعي وضع طبيعي جدا بلعب بطولة بلعب مع النادي الاهلي والرجل جوميز النهاردة تكلم كلام اكتر من محترم على النادي الاهلي في المؤتمر الصحفي والحقيقة الرجل ده كله بيتكلم كل ما بحترمه اكتر وهتكلم على الموضوع ده بعد شوية فالرسالة اللي عيبت النادي الاهلي الكلام ان المباراة هتتأجل مش هتتأجل المباراة الكلام انه لعبت الزمالك في التمرين كانوا متضايقين غير صحيح لعبت الزمالك اتمرنوا تمرينها قوية جدا 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 ولعيبك كبار اكتمعوا مع الفرقة واكلموا وحفزوهم وانا عارف ان ده عملوا كابتن شناوي وكابتن عمر السلية وكابتن رامي ربيعة وكل كبار الفريق مع النادي الاهلي وانا الكابتن الخطيب ليه دور كبير جدا سيد محمد ضماطي رئيس البعثة سيد خالد مرتاجي امين السندوق سيد طارق انديل عدو مجلس الادارة كابتن محمد رمضان المدير الاداري كل الناس شغلين بشكل جيد الكرة الان في ملعب الفريق دي لعطات مباشرة راجعين من التدريب ادي عمر ودي رامي ودي داري داري بعيد عن الفرقة للاصابة وهنا امام مع يحيى عطية الله مع الولاد الصغيرين مع كريم الدبيس مع مروان عطية مع كل النجوم وسام ومصطفى مخلوف دكتور احمد جاب الله كل الناس الحقيقة احمد حسن كوكا في حالة تركيز شديد يعني نتمنى ان يستمر هذا التركيز بامر الله نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وفيش غير خالد عفتاح واشرف داري اللي تأكدنا من غيابهم حمزة علاء طاهر محمد طاهر والدنا الصغيرين بقى سامير ومحمد عبدالله ادي مصطفى شبير كريم ندفد الكابتن محمد الشناوي وكل الناس متواجدين كل الناس باذن الله مركزين في النهاية هي مباراة بين الاهل والزمالك استاذ جمال جابر مدير المركز الاعلامي مع الاستاذ محمد ضماطي رئيس باست الفريق فان شاء الله وباذن الله يكون يوم جميل يوم جميل للكرة المصرية يوم مشرف ووجهة مشرفة الكرة القدم المصرية ونقدر باذن الله نقدم رسالة جيدة نقدم عرض كويس ونرجع ان شاء الله منصورين مجبورين مستورين ومعنا كاس السوبر باذن الله كل الامل ان شاء الله ان الجماهير بكرة وانا متأكد انه خلاص خلصت التذاكر بس الجماهير بكرة واحنا كل كلامنا النهاردة على جمهور النادي الاهلي الجمهورين طبعا يكونوا على المستوى الاخلاقي ده ان شاء الله مفرغ منه لكن جماهير النادي الاهلي بقى التشجيع من الثانية الاولى للثانية الاخيرة المعذرة مطلوبة التشجيع مطلوب الوقوف خلف الفريق مطلوب لان انت عندك السوبر ده وبعدها كام يوم عندك يوم تسعة وعشرين عندك مباراة الاهلي والعين البطولة الافرق السوية والبطولة المؤهلة للدور التالي في بطولة الانتر كونتيننتل اللي بتنظم لأول مرة يلا يا اهلي العب اهلي اهلاوي اهلاوي وانا على المكسب ناوي